اهلا بكم هقول لكم علومة مزعجة ومخيفة جدا في دراسة وجريت نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية ودراسة دي عمل مجموعة بحثين في جماعة ميتشكن هما اللي عملوها لقوا ايه لقوا ان الستات اللي بيشخروا عندهم فرصة للإصابة بتسمم حمل أكتر من الستات اللي ما بيشخروش تسمم الحمل دي كلمة مزعجة ومخيفة جدا وطبعا في النساء وفي البطنة الموضوع بتاعت تسمم الحمل ده موضوع يعني Emergency Intensive Curation وحالة مخيفة للقسمين يعني احنا بنتلموا كلنا النساء بيجوا من ناحية والبطن احنا بنيدخل ليه لانه في جزء مهم جدا في تسمم الحمل اسمه ارتفاع ضغط الدم المخيف الارتفاع بيكون عنيف جدا سيفير هايبر تنشن ارتفاع ضغط الدم كمان بيبقى الست دي عندها بروتونوري يعني عندها قصة كده في الكيلة المهم يعني مش عايز ادخلكوا في تفاصيل لكن ده نتيجة ايه انه الستات دول اللي بيشخروا من قبل ما يحملوا هم عندهم فرص ارتفاع ضغط الدم أعلى فلما بيدخلوا في حالة الحمل بيبقى فرص الارتفاع ضغط الدم مع الحمل اللي ممكن يوصل لمرحلة البريكلامسية والإيكلامسية أعلى الشخير بيزود فرص الاصابة بالنقرص المخيفة بقى التالتة انه وجدت دراسة امريكية اتعاملت الدراسة دي على عدد كبير من العينين لقوا انه نسبة الاصابة بالأورام الخبيثة في المرضى اللي بيشخروا اعلى منها في الناس اللي هم بتشخرش كل مرة بجد في الشخير قصة مسيرة للغاية تعالوا راحب بضيف العزيزة القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع في عالم الأنف والأذن والحنجرة الأستاذ الدكتوري الشيوم إبراهيم استشاء للأنف والأذن والحنجرة ودكتوراه الاستشاء للأنف والأذن والحنجرة والعلاج بالليزر من كل طب جماعة القاهرة زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزائر بمستشوى رويل كيرب الخرطوم أهلا بيك يا دكتوري الشيوم أهلا يا دكتوري الشيوم تلات حاجات يمكن أول مرة أخوا بالي منهم ومش موجودين في الكتب الكلاسيكية في الدراسات الحديثة ضغط الدم وتسمهم الحمل دي موجودة من زمان بس تسمهم الحمل دي الجديدة النقرس والأورام الخبيثة كلام مهم جدا وكلام مخيف جدا وكلام كل يوم بيتقال إن فيه جديد في موضوع الشخير ومشاكل على المستوى الشخصي وعلى مستوى الخبرات الشخصية على مدار 30-35 سنة في موضوع الشخير أنا كل يوم مع الحالات بكتشف إن الشخير ليه تأثير مباشر على كل حتة وكل خلية في الجسم حتى لو كان الكلام لغاية النهاردة not documented أو لسه ما تنشرش ولسه ما تعملش عليه أبحاث واتناشت على سبيل المثال خليني اتكلم زي ما حقاك قلت كده تسمهم الحمل وكل يوم بيطلع حاجات جديدة عينين كتير جدا جدا يجي يقول لي مثلا او يقول له مثلا انا عملنا العملية والعيان جالي بعدها بعشر ايام باسبوعين بشهر اخبارك ايه يقول لي يا دكتور انا لحظت حاجة غريبة جات انا اقول لي اقول لي يقول لي انا كان عندي الام في رجلي وعندي دوالي في رجلي بقالي مثلا عشر سنين خفت بس انت ما قلتليش الكلام ده يعني ما قلتليش انت عندك مشاكل مثلا الام في رجلي قال لي انا اقولك ليه انا مش خطر في دماغ اه اه انت انت يعني ايه اعلاقة الانف والأذن بان انا اقولك عندي مشكلة في رجلي ما ممكن يكون عنده نعرس ما هو بالزبط كده يوريك اسد عالي ورجع ليوريك اسد ده مستوياته الطبيب بالزبط بالزبط فهو النهاردة ده شي غريب غريب بالزبط لا يعني ده يعني حكاية النقرس دي الدراسة اللي جاية بتاعت بيزيد اصابة مش موجودة في الهايبروريسيمية يعني انا كنت بدرس الهايبروريسيمية اللي هي النقرس او زيادة اليوريك اسد في الميتابوليزم ما كانش من اسبابها يعني احنا عندنا لأسباب بلها الميتابوليك اسد او سكندري نتيجة سرطانط او ميتابوليك سندروم يعني النقرس في الميتابوليزم كلهم لكن كلمة السر يا دكتور ايمن الاكسجين نقص الاكسجين نقص الاكسجين دايما اقول مش نقص الاكسجين في المخ ونقص الاكسجين على القلب ونقص الاكسجين لا انا بقولك الجملة الشهيرة نقص الأكسوجين في كل خلية في الجسم كل خلية مش كل عضو فنقص الأكسوجين في كل خلية في الجسم بيضعفها وما بيخلاش تؤدي وظيفتها على أكمل وجه كل حتة في الجسم ما وصل لهاش ما وصل لهاش الأكسوجين بسبب الشخير والخنقة وقلة النوم وعدم كفاية المريض أنه ياخد كفايته من الأكسوجين التمن ساعة اللي هو مفروض ياخدهم بتأثر على كل حتة في الجسم كل عضو في الجسم على المدى القصير والمدى البعيد كل يوم هيطلع لنا كلام جديد وكل يوم هنكتشف أن الشخير وعلاجه ومشاكله لو تعالج مصبوط في الوقت المصبوط كل مشاكل الجسم يبطر عشان كده كتير جداً الحياة من العينين يعني كان من 10-15 سنة كان العيني يجي يقول لي مثلاً يا دكتور أنا دلوقتي لو عملت عملية الشخير هل مثلاً الدوارة هيتحسن؟ علمياً ما كانش في حاجة طلعت قلت كده ما فيش كلام ريسيرشز قلت كده كنت أقول له بص أنا شخصياً أنا شخصياً ما بينفعش أطلع من بوق يقول لا لكن أنا أقول احتمال كبير وخليه على ربنا يمكن لما نعمل حاجة زكية هيتحسن لكن ما كنتش بديله 100% أجاب النهاردة الشخير بعد بفضل ربنا ما بنعمل عملية والعين بيتحسن بقول له إن شاء الله هيتحسن الدوارة هيتحسن الزن بتعودنك هيتحسن عدم التركيز هيتحسن حالتك المزاجية هيتحسن الكونسنتريشن بتاعك هيتحسن التركيز حاجات كتير جداً ما كناش بنقولها وكناش وغدين بنا منها النهاردة بقيت أقول للعين كل وظائف جسمك بعد موضوع الشخير هتتحسن للأفضل طيب إحنا لو رحنا للسؤال غريب شوي مريض انت قلت له أه لا أنت فعلاً بتعاني وعندك مشاكل ولازم أعمل لك عملية إصلاح وواء الأخير اللي أسلحش هو رافض العملية كيف نتعامل مع مثل هذه الزروف وراجل رافض مش عايز يعمل عملية والله العيان ده الحياة دلوقتي بقى عيان قليل جداً 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 غير زمان زمان كان يبيخاف من العملية وما كانش فيه الميديا والكلام المحترم اللي بيطلع وكم الحياة كمان كم العينين اللي اتعملوا وظهرين على السوشيال ميديا وموجودين على اليوتيوب وموجودين في البرنامج بتاع حضرتك يعني احنا عاملين في البرنامج بتاع حضرتك مش أقل من خمسين حالة خمسين حالة في برنامج حضرتك بس على اليوتيوب مش أقل من ألفين تلات تلاف حالة ده غير اللي رفضوا انه هم يتصوروا واخد بالحقيقة ازاي؟ لكن النهاردة عشان حقيقة تقولي عيان يرفض ان هو يعمل عملية الشخير البديل للأسف البديل الحاجات بقت صعبة قوي قوي يعني انا اقوله خلاص انت مش عايزت تعمل عملية الشخير مفيش قدامك حل تاني غير السيباب السيباب ايه السيباب بالضبط كده نشرحه للناس بقى والسيباب ده عبارة عن جهاز بيتحط الحياة شكله مرعب بالحقيقة يعني انا حتى وانا بقوله ببقى بقوله وانا متضرر اقوله بص المنظر بتاع السيباب اهو اهو ده انتهى بالمنظر ده هتنام يوميا مدى الحياة حاطت الماسك على وشك بالمنظر دوا والجهاز جنبك وكل شوية تزبط في الجهاز وبعد فترة الجهاز بيبوز تروح تغيره وتروح تعايره وتعمل له معايرة تعمل له تجيب جهاز تاني وتعمل له معايرة تاني وهكذا ده ده كجهاز طب تأثير الجهاز ده على الشخص نفسه ايه الجهاز ده فكرته انه هو بيدخل بيدخل اكسجين تحت ضغط تحت ضغط غصبا عنك يعني غصب من الايان العين فيه سدة بيروح ساء زائق السدة اللي موجودة سواء كانت في سقف الحلق في اللها في اللسان في اي حاجة بيروح زائقها غصبا عنه غصبا عن العين هو نايم ومدخل اكسجين طيب الهوى اللي داخل ده الهوى ده اغم ممكن بيبقى يومي دي فايد ومش عارف ايه بس برضو غير الهوى الطبيعي اللي ممكن الواحد ياخده وهو قافل بقه واخده من خيره هو الجهاز ده جهاز عظيم يا جماعة الاختراع طبي رائع لكن هو يعني احنا بنتكلم هل هتتقبل تعيش حياتك هو ده سوال تحت مظالة هذا الجهاز اذا ما كانش فيه حالات اعتقد فيه حالات طبية معينة بتحتاج الى النوعية دي من الجهاز هقوله حالك عليك الحالة الوحيدة بالنسبة ان احنا كعينين او كدكاترت شخير الحالة الوحيدة اللي مستخدم الجهاز ده فيها اللي هو بيبقى central sleep apnea central apnea يعني ايه central apnea يعني توقف النفس جاي من المخ وما فيش قفلة في منطقة الانف والحل فطالما ما فيش قفلة المخ هو المخ هو اللي بيبعت اشارات يوقف النفس طب ما عنديش قفلة طب ما فيش عملية فالحل ايه الحل الوحيد بقى يبقى احنا نركب الجهاز ده ساعة مع مشاكله برضو هرجع مرة تانية بيعمل جفاف في الحل بيعمل مشاكل غازات جمدة جدا بيعمل قرح في الحل بيعمل تورم في الوش بيعمل مشاكل على الرئة حاجات كتير بس جنب الكلام دو ما عنديناش حلول تاني في حالات توقف النفس الدماغي او السنتر اللي هو المركز ده لايف السيفينج بساعتها منقذ لحياة الناس بالزبط كده هل البنج الموضوع اللي يدور هنا تعمليات الشخير البنج طبعا البنج الموضوع اللي يدور بس انا مش عايز الناس تاخد الجملة دي وتبني عليها احلام كبيرة ان انا اه طب يا دكتوري انا عايز بقى ايه انا عايز اعمل عملية بالبنج الموضوع هو السؤال انا بعمل ام تعملية شخير بالبنج الموضوع اولا لازم نعرف ان الانف لغاية الحنجرة سواء مشاكل في الانف الحاجز الانفي بكل مشاكل الانف لوز متضخمة سقف حل اللها العضلات الحل اللسان كل الكلام ده طيب هو السؤال هل انا العيال العملية مثلا بتاخد في حدود من ساعة ونص لساعتين طيب ده ده ايه والعيال نايم انت حقيق عارف طبعا البنج الموضوع والعيال صحي الحاجة اللي ممكن تاخد خمس دق شغل بتاخد ساعة ليه العيال بقول له فتح بقك مثلا يفتح بقه عبال ما ابتدي اشتغل عشر ثواني ما يعرفش يبلع ريقه ويبتدي يقول لي استنى شوية فنزول الحقيقة الحاجة اللي عاملية بتاخد خمس دق باخد معاها ساعة فانا ما بخوفش العيال ولا بقول له لا ما فيش لكن انا امتى بعمل البنج الموضوعي لما يبقى عيال عنده سقف حلق فقط سقف حلق بس ما عندوش لوز مثلا ما عندوش حاجز انا حاجز انفي ما يتعملش بالبنج الموضوعي عشان برضه يعني راحة للعيان الليوز ما بتتعملش بالبنج الموضوع عشان راحة للعيان لكن الحاجة الوحيدة اللي بنعملها انه هو يبقى عيان نمرة واحد عنده سقف حلق ولها فقط نمرة اتنين عنده مشاكل مثلا ضغط جامد جدا عنده عامل مشكلة في القلب مع مركب سمامات مركب مثلا بياخد أدوية سيولة جامدة جدا فالكوبليشن بنستخدمه في عمليات سقف الحلق بالبنج الموضوعي لان ده بيبقى احسن حاجة في العيان ده بالذات عشان كده بنقول البنج الموضوعي بيستخدم اه ولكن تحت شروط معينة اليوم بيمشي ازاي بالنسبة لعمليات يوم العملية يوم عملية الشيخير يوم عملية الشيخير احنا عندنا الحمد لله المركز بتاعنا مخصص لعمليات اليوم الواحد بمعنى ان العيان لو جالي الصبح يروح بالليل عامل العملية لو جالي اول مرة اشوفه عينين كتير جدا حيب جيلي من كل حتة في الدنيا كل حتة في الدنيا بياخد المعاد وبيجيلي صايم الصبح بنعمله الفحوصات في خلال ساعة ساعتين بكتير جدا ساعة بتتعمل الفحوصات يدخل عملية ساعة ونصف ساعتين زي ما تكون يقعد بعدها ساعتين تلات ساعات في الإفاقة يقوم يروح على رجله أنا ما نساش يعني الحقيقة عيان كان جاي لي أعتقد يعني من الكويت حاجة زي كده جي الصبح على الساعة تلاتة أربعة كلم والديده في التليفون أنا خلصت العملية أنا الحمد لله كويس أنا ساعي وهركب الطائرة وجاي حجز سيارة ورج حجز هو بيه هو بيه هو حجز هو حاجز ورجي هو جاي الصبح وحاجز الصبح ومسافر بالليل عادي خلص في أي مشكلة طب حديقة تسألني طب يعني فين الفلو أب بتاع العيان إزاي تتطمن على العيان لأ الحقيقة العينين عندنا مع الأجهزة الحديثة اللي موجودة فضل ربنا طبعا بتدينا نوع من أنواع الإطمئنان في العيان بتاعنا شكله عامل إزاي لأن العيانين بتاعنا زي ما الحقيقة عينين يوم واحد العيان يوم واحد بيعمل عملية ويروح وتبقى المتابعة كلها عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق التليفون الواتساب أو عن طريق التليفون أو عن طريق الفيديو كونفرس ما فيش عندي أي مشكلة خالصة طبعا لو موجود في مصر المسألة تبقى طبعا وهو لو في أي مشكلة أو أي حاجة هي رجع تاني نشوف لو في أي حاجة ما حصلتش والدعمة اللي بنحطها الدعمة دي عملت لنا نقلة لأن أيام الفتيل الحقيقة ما كنتش بقى ما كنتش يقدر يماشي العيان قبل 48 ساعة لا يمكن استحالك ويرجع لي تاني بعد أسبوع تجربة تجربة مأساوية ده صدمة عصبية النهاردة أنا بحط له الدعمة الحقيقة بس لو استخدامات الفتيل في النزيف الأنفي ولا إيه آه طبعا آه مزال في حاجات طبعا جديدة ولكن الفتيل لا يزال في النزيف الأنفي الشديد هو رقم واحد آه طبعا رقم واحد بستاكسس يعني لازم يسيطر عليه عشانه يحطى الهيلنج ليه الفيزل وخصونا لابكون بستاكسس بتاع هيرتنش عشان دي فرصة للشرياني يعني يلتائم يلتائم آه بالزبط آه دي ده دي الدعامة جميلة دي الدعامة لانا عميت لنا نقلة الحياة يعني كبيرة جدا الدعامة نحطها في ماء بحطها في العيان وبقول له سافر خلاص وتشيلها بعد عشر ايام طبع شيلها ازاي دكتور دي صعب بقول له صعب ايه انا هديك فيديو عشرين ثانية اقول لك تشيلها ازاي مش انتقوا على فكر انا مش ما بقول لهش تروح مركز متخصص ولا دكتور متأنفق وزن عشان يشيله له خلاص مراته معاها بقول لها تعالي افراجك بتتشال ازاي في اقل من عشر ثواني هتعملي كذا وتروح يشدها كذا وتتشاله وما فيش اي مشكلة خلط فحتى الدعامة ما بنحتاجش ان هو يروح يعملها في اي مكان طبي او اي مكان متخصص اي حد معاي بيشيله له ببساطة جدا الشخير يبقى جزء مهم في التعاءة المعدلة الطبية لمتلازمات كثيرة يبدو انه احنا هندخل في الفترة الجاية في عصر متلازمات الشخير الشخير زائد نقرس الشخير زائد سمنة مفردة الشخير زائد ضغط دم عالي الشخير زائد فرص الاصابة بالسكر من نوع التاني هنتكلم على المتلازمات اللي داخل فيها الشخير وانا علمتكم بقى وحفظنا بقى كلنا مع بعض تبقيتو شطرين يعني ما شاء الله احنا معاينا مع بعض يعني سنين فاكيد انتو بقيتو فهمين الان متلازم يعني اكتر من مرض مع بعض يتجمعوا كده ويعزوا بعض وكل واحد فيهم يفوت على التاني الشخير يعمل لك ضغط فالضغط يعمل لك مشاكل في تضخم الغضاريف وابتاع يعمل لك مشاكل في الشخير الشخير يعمل لك سكر من نوع التاني سمنة تزيد مع سكر من نوع التاني داخلنا في الشخير زي ما قولوا برضو المثل المشهور في المتلازمات دوارين يلمونة ولا دواخين يلمونة نايفي العزيزة الخيمة المال قديرة الأستاذ الدكتور شيم إبراهيم استشاري الأنفو الأزوان والحنجرة دكتورة الأنفو الأزوان والحنجرة واستشاري لالك بالليزر من كلية طب جمعات القاهرة زملة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوع الأسوال الزائر بمستشفى رويل كيربور خرطوم نورت الدكتور أشكرك يا دكتور أين خليكوا دائما مع الدكتور أنا اسمي عبد المحسن حسن مصري من إسكندرية بشتكي وأنا نايم طبعا شخير وتنفس طبعا بديك تنفس طول الليل طبعا بيجي لخانق أو كده بقالي مثلا ثلاث سنين أو أربع سنين الشخير طبعا كان بيأثر على بيتي وعلى أستريتي وعلى طبعا في شغل إيه وما كنتش طبعا عارفة أشتغل طبعا من النوم طبعا وانا طبعا مصدق على طول أنا جيت لمركز وعملت فحصات الشخير اللي هي طبعا تحليل اللي هي الاسل الرقبة والأكسوجين والفحصات طبعا اللي هي التهاب الكبد كل الحصات الدم طبعا ودخلت لدكتور هشام عملي طبعا من زار وقال لي طبعا عندك حاجز قام فيه واللوز منطخمة وفي غضريف كده عايزين نعملها طبعا وطبعا لما الدكتور قال لي طبعا هتعمل عملية وكده طبعا أنا كنت الآن طبعا كتير أخدت طبعا الكرار بعد 48 ساعة ودتوه إن شاء الله هنعمل إيه العملية وتوكلتها الله وجيت عملت العملية طبعا والحمد لله رب عمين ربنا وفقني مع الدكتور هشام يوم العملية طبعا عملت لمدة العملية لمدة ساعتين وقعدت ساعتين بعديها ومشيت الحمد لله رب العمين شرت الدعامة بعد 10 أيام وخلال بعد 10 أيام جيت للدكتور طبعا الحمد لله تحسن عندي ما فيش خير الحمد لله رب العمين ما بقاش فيه صداع بأخذ نفس كويس الحمد لله ما بقاش فيه خنقى بالليل بعد ما شرت الدعامة كانش فيش خير خالص بصراحة بعد العلاج اللي أنا أخذته الحمد لله رب العمين تحسنت ما فيش خنقى بالليل النوم طبعا كنت الأول بنام متغطع دلوقتي النوم الحمد لله كويس جدا بنام سبع ساعات لثمان ساعات كويس جدا جدا ما فيش قلق ما فيش كرشة نفس ما فيش أي حاجة من دي الحمد لله رب عامين لو راجع بيها الزمن طبعا هامل بيها العملية دي من الزمان جدا لإني بتاعت دلوقتي فرق شاسع من دلوقتي اللي قبل كده بصراحة بصراحة كان فيها عايز برضو حاجة أقولها كان لها الشيكة طبعا في الشغل وكده فحاول يجرب فيها الأول وقال لي شوف كده وإن شاء الله وعمل إيه بعديك بإذن الله فالحمد لله رب عامين نجاتنا عنده ربنا وربنا وفقني الحمد لله وأحسن من الأول بكتير جدا كده تجربة كويس جدا جدا وبنصح بصراحة النفس الحالة بتاعتي دي ما يتأخرش ويعمل العملية دي بسرعة